النهاردة كمان شفت النادي الاهلي مش النهاردة بس النهاردة كل المباردات الماضية حتى على مستوى الكرات السابتة تحس انه فيه شغل بيتعامل في الكرات السابتة كمان الكرات السابتة الهجومية للنادي الاهلي وان كان كمان الاهلي تحسن فيها دفاعية بس حتى في الكرات السابتة الهجومية لا او ما بيسبش اي تفصيلة يعني في اللاب النهاردة وتحديدا قبل ما تجهز اللقطة اللي هنتكلم عليها انه حتى الكرات السابتة اللي من المواجهة النهاردة اتعملت بطريقتين واحدة اللي عملها مباشرة علي معلول وشالها أحمد الشناو من تحت القائم واللي يزيد على ده كمان إن الأهلي بيجيد جدا في استخدام محمد عبد المنعم حمدي فاتحي ياسر إبراهيم في الكرات الثابتة من الكرات الركنية النهاردة الراجل بيقول لك أنا بذاكر قوي ولو حفظت الكرات اللي على القريبة والكرات اللي على البعيدة والطريقة بتاع الكرات الثابتة اللي في المواجهة وما ننساش هدف محمد عبد المنعم الغالي جدا أمام المنستير في تونس في الدقيقة واحد وتسعين كرة ثابتة من المواجهة الكل اللي انتظر إنها هتتلعب مباشرة في الجون وبيتم إسقطها النهاردة وعلى طريقة الكابتن محمود الجهري النهاردة أهو وقف هنا ارجع تاني ارجع تاني وقف هنا السقود بتاع بيرسيتاو الأطوال في مصلحة بيرامد زكريين فأي كرات مسقطة من المواجهة هتلاقي دايما إن علي جبر هو اللي بيطلع ياخدها أو أحمد سامي فكرتاني فكرتاني هاني رامزي حسام حسن طريق مصطفى مليون في المية لا وفكرك ليه كمل بقى كملها كملها ويلا وروح للبعديها على طول عشان ما تبقز عليه يلا يلا نفس الكرة لكن دي كرة أرضية تانية حطاها بيرسيتاو عشان يهرب من التكتل بشكل أكبر فده يقول لك حاجة مهمة أباكريين مش بس إن هو بيعمل كرة تعملت أباكريين لا يقول لك إن الراجل مذاكر قوي التحركات والسقود بتاع طاهر والسقود بتاع محوط متولد أخر التمنتاشر وبييرسيتاو الراجل الجناحي المفروب بيقطع انسايد هو اللي نازل تحت على التمنتاشر علشان هو اللي يعمل الباس التحرك كمان مش بس بتاعتاو بص تاو لما تحرك فيه اتنين لعيمة ومنتظرين متولد إن كرة لو تلعبت قصيرة أو صغيرة يروح بها انفراد اتحطت على العالي كمان يمكن ملحقهاش في النهاية لكن الشكل والطريقة والتحضير في المقابل واحدة أقرب شوية من عالي معلول اتحطت مباشرة في الجون واحدة تانية اتعلقت على القريبة بيقول لك إن الراجل قاعد بيشتغل بيهتم بكل التفاصيل وعلى طريقة الجهري كولر النهاردة بيقول لك أنا بذاكر كل حاجة وما بسيبش أي حاجة للصدفة وبشتغل الراجل تكلم على وقفات في الكرات السابتة تكلم على استغلال الكرات السابتة قديرنا منشوف تطور ملحوظ ومستمر مع مارسل كولر مع النادي الأهلي طيب